أسلام ومرحبا بكم على قناتنا الإخبارية الحياة لا فيه كيف ما تعودتوا في كل يوم عنا أخبار وأحداث جديدة أمتنا وعليم بش نحكيه على تسريحات محسن مرزوق اللي قال أنه التاريخ 25 نجبيلية اختارته حركة النهضة إنعم اختارته هي وقعت هي في الفخة لمحضرته لتونس والشعب تونس والحمد لله بدم وربي عز وجل معنا ومرنا من يقع في الفخ الفخة فرحفرة لأخيه وقع فيه أكد رئيس حركة مشروع تونس محسن مرزوق أن ما حدث اليوم 25 نجبيلية هو هبة شعبية عفوية لم يقعدها أحد ضد منظومة فسدة بقيادة حركة النهضة وقال مرزوق في تسريحا لشمس يفهم اليوم الثلاثة أنه من المفارقات أن تاريخ 25 نجبيلية اختارته حركة النهضة وذلك على خلفية تهديدات رئيس مجلس الشورى عبد الكريم الهاروني بالخروج في ذلك اليوم المطالبة بالتعويضات المالية وفق تعبيره وكانت تفكر وتعويضات اللي قال عليها عبد الكريم الهاروني قال 3-3 مليار يتقدموهم توا تحطوهم في الميزاني بشي فرقوها على بعضهم يي بش نخلوها أحد نهرت 25 ما وطغاوهما وقتها سيي ويخسلوا في رواحهم مع عادش نجيم يحكم فيه محدد رشنوا هاوكا شي تبروسهم صحة وبش فيه متنسيوش لايك واشتراك وتفعل الجرس وبي باي ترجمة نانسي قنقر